بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله نلتقي في محاضرة جديدة من مقرر السلوك التنظيمي ونتحدث كذلك في الفصل الدراسي الثاني عن تطور السلوك التنظيمي بعد أن كنا قد بدأنا الحديث عنه في المحاضرة السابقة اليوم إن شاء الله نواصل الحديث عن تطور السلوك التنظيمي لنتحدث عن حركة العلاقات الإنسانية لألطن ميو وألطن ميو قام بتجارب في مصنع في مدينة الهوثورن وقام بدراسة العلاقات الحوافز الغير مادية وأثرها في الإنتاج وأثبت من خلال هذه الدراسة أثبت ألطن ميو أن العوامل المادية لا تؤثر وحدها على إنتاجية الفرد وكلمة وحدها أي أنه يقرب أن الحوافز المادية تؤثر على الإنتاج لكنه يقول أنها لا تؤثر وحدها إذن الاعتبارات والحوافز الاجتماعية والحوافز كذلك النفسية النفسية الحوافز الاجتماعية والحوافز النفسية لها تأثير أكبر على معنويات العاملين على إنتاجية العاملين أكثر ويفوق في ذلك تأثير العوامل المادية وهذا الأثر سمي بأثر الهوثورن أو سمي بروح الفريق سمي كذلك بأثر الهوثورن ونسبة للمدينة التي أجريت فيها هذه التجارة أيضا هناك اتجاه آخر متمثل في نظرية سين وصاد للعالم دوغلوس مارك جريجوري ووضع افتراض حول ما هي النفس البشرية وسلوك المدير ذكر أن سلوك المدير يتوقف على أو يعتمد على تبنيه لأحدى النظريتين إما تبنيه لنظرية السين أو النظرية صاد فنبدأ بسين تفترض هذه النظرية أن الإنسان بطبعه كسول أي أن الإنسان لا يحب العمل وكذلك تفترض أن الإنسان لا يتحمل المسؤولية وتفترض أنه يفضل أن يكون مرؤوس أو يفضل أن يكون تابع على أن يكون رئيسا فذكر ماك جريجوري يقول أن الأشخاص في العمل أو في المنظمات الذين ينتمون لهذا النموذج هو النموذج سين نموذج الإنسان الذي لا يحب العمل والكسول والذي لا يتحمل المسؤولية والذي يفضل أن يكون تابعا هذا النموذج ذكر أنه لا بد أن يدار عن طريق العقاب ويدار عن طريق التهديد والحوافث المادية ويدار عن طريق الرقابة اللصيقة لأن هذه كفيلة بدفعه وزيادة إنتاج يديه النظرية الثانية هي نظرية صاد عكس النظرية السين فدوغلوس ماك جريجوري افترض أن الأفراد الذين ينتمون إلى صاد هم أولا يحبون العمل ويتحملون المسؤولية وهم مبادرين ولديهم المبادئة وبالتالي لكي يداروا لا بد أن يداروا عن طريق المشاركة عن طريق الرقابة الذاتية عن طريق تطوير صفات الإنسان عكس النوع السين الذي كان يدار كما تذكرون عن طريق العقاب عن طريق الرقابة اللصيقة بدلا من الرقابة الذاتية أشكركم حسن المتابعة وأستدعوكم الله وإلى لقاء في محاضرة قادمة بإذن الله شكرا